كسابقاتها من الزيارات لم تحمل زيارة المبعوث الأمريكي أموس هوكستين إلى لبنان أي جديد حيث تركز تهداف الزيارة على خفض التصعيد ومنع انزلاق جبهة الجنوب إلى حرب شاملة مع إسرائيل وخلال محادثاته في بيروت شدد هوكستين على أن وقف يطلق النار في غزة مقدم للحل في لبنان مؤكداً جدية الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق للتهديئة في غزة مشيراً إلى أن واشنطن تضغط على إسرائيل مقابل ضغط مصر وقطر على حماس للموافقة على إتمام سفقة التبادل كسابقاتها لم تحدث زيارة المبعوث الأمريكي أموس هوكستين إلى لبنان أي اختراق مصادر الاسكاينيوز عربية صرحت أن هوكستين لم يحمل جديداً لبيروت في زيارته غير آماله بتجنب توسع الصراع بين حزب الله وإسرائيل نازلنا نعتقد في إمكانية التوصل إلى حل ديبلوماسي لأننا نعتقد أنه لا يوجد أحد يريد حرباً شاملة بين لبنان وإسرائيل أجريت مباحثات بناءة حول الوضع في لبنان والحاجة لتهديئة التوتر حول الخط الأزرق وفي المنطقة بشكل عام أما الجانب اللبناني فدعا على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيم ميقاتي هوكستين إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها فيما أبلغه رئيس البرلمان نبيه بري أن الخطوات التصعيدية الإسرائيلية عبر سياسة الاغتيالات تدل على تصميم إسرائيل على التصعيد العسكرية ورغم عدم تمكن هوكستين من إحراز تقدم حالياً فإنه على الأقل وضع تصوراته لمنع الانزلاق إلى سيناريو الحرب الشاملة في مقدمتها محاذير متعلقة بضرورة حصر الهجمات المتبادلة في نطاق جغرافي معين ما يتماشى مع الدعوات الأمريكية المتكررة لإسرائيل بتجنب توجيه ضربات لبيروت كما ربط هوكستين الأزمة بما يحدث في غزة مؤكداً أن إنهاء الحرب في القطاع يعد مقدمة للحل في لبنان وعليها قال هوكستين أن إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على صياغة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل يعمل الرئيس بايدن بلا كلل من أجل تسوية ديبلوماسية بما في ذلك التوصل لاتفاق بشكل عاجل لوقف إطلاق النار وأطلاق صراح المحتجزين وطلب من العودة إلى لبنان قبل الجولة الجديدة من مباحثات وقف إطلاق النار هذا الأسبوع لا يوجد المزيد من الوقت لتضييعه ولا توجد أعذار لأي طرف لأي تأخير أو تأجيل لعقد الاتفاق رؤية هوكستن ذاتها موضع خلاف إسرائيلي إذ ترفض تل أبيب أساساً الربط بين ما يحدث في غزة والأوضاع على الحدود مع حزب الله كما أنها سبق وتجاهلت التحذيرات الأمريكية بشأن المحدودية الجغرافية لهجماتها أما حزب الله فيواصل تهديداته ويوجه صواريخه أكثر صوب العمق الإسرائيلي لكن ضمن ضوابط لا تؤدي إلى حرب واسعة معنا من بيروت الكاتب والبحث السياسي فيصل عبد الساتر ومن واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر مرحبا بكم ضيفية أبدأ معك أستاذ فيصل زيارة هوكستين كما تتحدث مصادرنا والكثير من المصادر لم تأتي بجديد ماذا جاء يفعل الرجل في بيروت هل هناك هدف آخر غير ما نعلمه تحياتي لك أستاذ سامي ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين وشكرا لهذه الاستضافة ربما أصبح من المضحك التعليق على زيارة هوكستين إلى بيروت وهذه الزيارة هي ليست المرة الأولى نحن نتحدث عن خمس أو ست زيارات قام بها منذ بداية العدوان على غزة يحمل إلينا الأمال ويريد أن يعود من لبنان بضمانات لإسرائيل هذه هي السياسة الأمريكية التي نراها يعني لم تعودنا أن يكون هناك جدية لم تعودنا أن يكون هناك مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب إسرائيل في كل ما تفعله في كل ما ترتكبه من مجازر حتى وهوكستين في بيروت منذ قليل وقبل أن يغادر هوكستين يرتكب العدو الإسرائيلي مجزرة أيضا في منطقة مرجعيون ويستهدف سيارة وأيضا يعني يستهدف أيضا مدنيين أربع جرحة مدنيين بينهم طفلين وضابط بالجيش اللبناني وهذا وهوكستين في بيروت وهو الآتي لكي يعني يكون هناك المزيد من الضمانات لكي لا يكون هناك تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية لا تمارس أي شيء على الكيام الإسرائيلي وتريد أن تنقل إلينا رسائل وتمنيات ملغومة بتهديد ومستعينة بتحريك الأساطير العسكرية الأمريكية في البحر في المنطقة أنا أعتقد أن هوكستين هذه المرة جاء كما يعني في المرات السابقة لكي يكون يعني المسؤولون في لبنان وسطاء بينهم وبين هوكستين وبين المقاومة بدل أن ينقلوا موقفا حاسما من الدولة اللبنانية نراهم يعني يقومون بنقل الرسائل بين هوكستين والمقاومة وأنا برأيي هذا أكبر خطأ تنتكبه الدولة اللبنانية يعني هذا فيما أقرأه أنا ربما أكون مخطئ لكن هذه هي الصورة في لبنان يعني تتحول زيارة هوكستين إلى بيروت وكأنها وساطة بين المسؤولين اللبنانيين وبين المقاومة وليس العكس والبعض يقول سيد فيصل عبدالساتر بأن الدولة مختطفة من قبل حزب الله يعني كالنهاية هذا كلام أصبحنا نسمعه كثيرا لا أحد يعني ممكن أن يقتنع بمثل هذا الكلام إذا كنا نريد أن نتحدث عن هذا الأمر كل القوى في لبنان يتحملون مسؤولية غياب الدولة أصلا عندما كانت الدولة في لبنان قائمة بكل ما للكلمة من معنى لم تكن معنية بهذا الصراع مع الكيان الإسرائيلي وتركت أهل الجنوب فريسة للعدوان الإسرائيلي منذ عام 1948 يعني أثناء يعني عز لبنان كما يقال وصولا إلى 67 عندما أيضا قام العدو الإسرائيلي بعدوان واسع للبنان وصولا إلى 78 وصولا إلى 82 لم يكن لبنان الدولة في مرة من المرات مسؤول عن أي شيء له علاقة بالصراع مع إسرائيل هذه الحجة الآن يعرفها الجميع أنها حجة ساقطة ليست سوى لإطلاق النار السياسي كما فعلت قوى المعارضة اليوم التي التقت هوكشتاين وتريد أن ترفع الصوت لتحمل حزب الله المسؤولية بدل أن تحمل إسرائيل مسؤولية العدوان والاعتداءات وارتكاب المجازر دعني أسأل سيد ديفيد شينكر فيما يتعلق بما قلته ربما يرد عن ما جاء على لسانك والمصادر تتحدث على أنه لا جديد لهوكشتاين سوى أنه ساعي بريد وينقل التهديدات ليس إلا ما الغرض من هذه الزيارة سيد ديفيد برأيك مساء الخير لك ولي ضيفك ولمشاهدين هوكشتاين يحاول أن يمنع بأي طريقة من دون أوراق نفوذ أن تكون هناك حرب شاملة فنحن رأينا أن حزب الله وعد بأن ينتقم لمقتل فؤاد شكر وطبعا واعتمادا على نوع ذلك الرد فربما سنرى ردا أكبر من إسرائيل وهذا سيقربنا أكثر إلى اليوم المنشود أو اليوم كما يقال أو اليوم المخيف عفوا وليس اليوم المنشود وإسرائيل طبعا ربما ستعاني من صواريخ حزب الله ولكن لبنان سيدمر للأسف وسيكون وضعهم أسوأ من 2006 حين كانت هناك أضرار بقيمة 6 مليارات دولار لا أعتقد أن أي أحد يستفيد من الوضع ويمكن أن نتفق كلنا بأنه نعم ليس هناك دولة في لبنان في السبعينيات كانت هناك دولة داخل الدولة وهي منظمة التحرير والآن حزب الله يسيطر على الدولة سياسيا وعسكريا الحكومة لا يمكن أن تتحرك وحزب الله يقرر بشأن الحرب والسلام وهوكستين لديه مقترح يمكن أن يأخذ شيئا من الإسرائيليين مثلا أن ينهو الطيران فوق لبنان على أن تتراجع قوات حزب الله طبعا شمال الليطاني ربما سيكون هناك أيضا وقف لإطلاق النار في غزة ولكن سيد عبد السطار أظن بأنه محق هوكستين لا يجلب أي شيء جديد فهو فقط سيجس النبض ويذكر الناس بشأن المستقبل القاتم لو أن حزب الله وفى بوعده وانتقم هو ذكرهم بالفعل سيد ديفيد المبعوث الأمريكي للبنان في تصريحاته قال أعتقد أن بمقدور إسرائيل وحزب الله تجنب هذه الحرب هل هو صادق فيما يذهب إليه سيد عبد الساتر يعني أنا قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن في يوم من الأيام صادقة ليس في لبنان فحسب بل في كل المنطقة وهي التي تدعم الحروب وهي التي تدعم العدوان وهي التي احتلت دول وهي التي تقيم قواعد عسكرية وهي هي التي سببت انهيار كل المنظومة العربية وكل يعني هذا الذي نراه كله بسبب السياسات الأمريكية وهنا نحن أيضا في روسيا وأوكرانيا نشهد المزيد من هذا التغول وحب الانتقام من قبل الأمريكيين ودعمهم للحروب يعني لو أردنا أن نجمع فقط المليارات مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ومنذ بداية العدوان على غزة لإسرائيل ولأوكرانيا هذه المليارات وهذه الأسلحة وهذا النوع الكبير من الدعم لكان ربما ساهم في إعمار كل البلاد العربية وكل البلاد التي ضربتها الحروب لكن أمريكا شهيتها لا يمكن أن تكون إلا على الحروب أعود إلى هوكشتاين هوكشتاين بنفسه قال ليس لدينا المزيد من الوقت لكي نضيعه يعني هو يعترف بأن كل الجولات الماضية كانت تضيع وقت فلماذا الآن يريد أن يغير من هذه العادة التي تعودنا عليها من الأمريكيين طيب أولا أستاذ عبد الساتر ثم ثانيا ما جاء على لسان الأستاذ شينكر ما جاء على لسان الأستاذ شينكر الأستاذ شينكر ربما يعني على قاعدة يعني ما قاله الإمام علي عليه السلام ما ضمر أمرئ من شيء إلا ظهر في فلتات لسانه تحدث عن اليوم المنشود ثم قال لا اليوم المخيف يعني هو يريد أن يقول لنا بشكل أو بآخر أن إسرائيل تتوعد لبنان بالتدمير الكامل وتريد أن تفعل ما فعلته في 2006 وما هو أكثر من ذلك فقط إذا ما قام حزب الله بالرد على عملية اغتيال القائد فؤاد شكر يعني إسرائيل لها الحق في أن تغتال لكن حزب الله ليس له الحق بأن يرد هذا هو المنطق الأمريكي ودايفيد شينكر كان بالدبلوماسية الأمريكية وكان عليما بما يجري في بيروت أما حديثه عن دولة داخل الدولة نسأله ما الذي تفعله السفارة الأمريكية في لبنان وما الذي تفعله القوات الأمريكية في مطار حمات في الشمال اللبناني هل هذا جزء من دعم أمريكا للدولة وأن يكون هناك دولة في لبنان أم أن أمريكا أيضا تساهم في اختطاف الدولة على ما يدعيه سيد ديفيد ما رأيك في هذا الكلام يعني يقول لك ضيفي بأنه لا لإسرائيل الحق أن تغتال لكن لا يحق لحزب الله وحتى لإيران أن ترد سواء على اغتيال فؤاد شكر أو اغتيال إسماعيل هنية أي ازدواجية هذه كما يقول لك الضيف نعم في حالة لبنان لا أحد طلب من لبنان أن يبدأ بإطلاق النار على إسرائيل فحزب الله وإيران اتخذ القرار معا في هذه الحرب المحدودة ولكن كل ما أقوله هو أن هذه الحرب المحدودة يمكن أن تتوسع لو اختار حزب الله أمرا آخر أما بالنسبة لما تفعله القوات الأمريكية في حمامات فهي هناك بناء على طلب من الحكومة اللبنانية لتدريب الجيش اللبناني وأعتقد أن سيد عبد الساتر أظن بأنه يؤمن بالمؤامرات وهذا ليس ميناء بيروت الذي كان ينقل فيه حزب الله الأمونيوم وطبعا ينقله إلى بشار الأسد وهذا في قلب بيروت وأن هذا يمثل خطرا كبيرا على الشعب اللبناني فالأمريكيون يقدمون فقط التدريب للجيش اللبناني أستاذ فيصل مرأيك هل يمكن أن نتجنب هذه الحرب الشاملة هل بمقدور الحزب وإسرائيل الذهاب في توقيع أي اتفاق من أجل الحيلولة دون مزيد من المأساة في المنطقة أولا الرد من حزب الله الرد واضح لهوكستين ولمن هو خلف هوكستين وكل الذين أتوا إلى لبنان لا يمكن لحزب الله لن يقبل حزب الله بالأحرى أي وقت لعملياته العسكرية ما لم يتوقف العدوان على غزة أما ما يتحدث به الضيف الكريم من أن حزب الله هو الذي أطلق الطلقة الأولى على الكيان الإسرائيلي نعم هذا شرف لحزب الله أن يكون إلى جانب الشعب الفلسطيني كما تفتخر الولايات المتحدة الأمريكية بتحريك أساطيلها كرمة لإسرائيل يعني هي مسموح لها أن تضامن مع الكيان الإسرائيلي أن تطوع كل الدول العربية أن تطوع الدول في العالم أن تكون في مجلس الأمن حامية لإسرائيل أن تنتقد الجنائية الدولية ومحكمة العجل الدولية فقط لإرضاء الكيان الإسرائيلي لكن نحن ممنوع علينا أن نتعاطف مع شعبنا الفلسطيني مع إخوتنا مع أهلنا ولدينا من مئات الألاف الفلسطينيين في بلادنا وهم على مقربة أمتار ولكن أستاذ فيسل اسمح لي على المقاطعة هنا ليس قضية ممنوع لأنه لا يوجد هناك إجماع لبناني على الذهاب في هذه الحرب هذا ما يطرحه بعض الفرقاء اللبنانيين في الداخل يعني القرار قرار الحرب والسلم يفترض أن يأخذ في الحكومة يعني لدى السلطات الرسمية وليس لدى الحزب البعض يقول بأن الحزب يؤتمر بإيران وذلك في إطار وحدة السحات ولذلك جاء الرد بهذا الشكل ما رأيك؟ أولا إذا أردت أن تنتظر الإجماع اللبناني فمن اللبنانيين من كانوا مع إسرائيل ومن كانوا جزء من العمالة لإسرائيل وقاتلوا مع إسرائيل وحاربوا إخوانهم في لبنان وارتكبوا المجازر مع العدو الإسرائيلي ضد أخوانهم اللبنانيين وضد الفلسطينيين نحن اليوم في ذكرى مجزرة تل الزعتر الرهيبة التي ارتكبتها قوات لبنانية وكتائب لبنانية في حق الشعب الفلسطيني اليوم هؤلاء يظهرون تعاطفا كتعاطف دموع التمسيح مع الشعب الفلسطيني فقط لأن حزب الله أعلن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني يرفعون الأصوات لكي يقولوا أن هناك جزء من اللبنانيين ضد الحرب نحن لم نقل أن كل اللبنانيين مع الحرب وهذا أمر طبيعي لكن أن يكون لهؤلاء الآن الصوت في حين أن كل البيانات الوزارية وكل البيانات الحكومية أعطت للمقاومة حق أن تكون المدافع عن لبنان والحامي عن سيادة لبنان وأن تقاوم بكل الوسائل المشروعة مدام هناك أرض محتلة وبالتالي لو اتخذنا الزريعة الزريعة القانونية والدستورية والوطنية نعم حزب الله يمتلك هذا الحق في أنه أطلق القنبلة الأولى أو الصاروخ الأول على مزارع شبع اللبنانية المحتلة التي يحتلها العدو الإسرائيلي ثم أعلن بعد ذلك وقوفه في جبهة إسناد ضد العدو الإسرائيلي ومع الشعب الفلسطيني وما الضير في ذلك لا لا أنت لم تجبني سيد فيصل لم تجبني عن سؤالي سيد فيصل سبحاني على المقاطعة لأنه البعض يقول لك القرار التخذ ليس في بيروت وإنما في طهران هذه هي وجه الاعتراضات اللبنانية على مسألة الدخول في هذه الحرب شوف هذه نغمة نسمعها بكرة إذا إيران أرجأت الرد وإذا إيران ربما دخلت في مساوة سأفترض أن إيران دخلت في مساوة وسأفترض أن إيران أرجأت الرد لما بعد المفاوضات هل هذا يلزم حزب الله؟ إذا كان حزب الله يأتمر بأوامر إيران فعلى حزب الله أيضا أن يعطي ضمانات لهوكشتاين من خلال الدولة اللبنانية ويقول أنه لا يريد الرد لأن إيران ممكن أن ترجع الرد هذا كلام سمعناه كثيرا القرار التخذ في لبنان السيد حسن نصر الله شخصيا خرج وأعلن هذا الأمر بكل وضوح والصاروخ الأول سقط في مزارع شبعة المحتلة كما كل هذا الغرب جاء في 8 أكتوبر بايدن جاء في 8 أكتوبر وقف إلى جانب نتنياهو وقال له أمريكا معك وأمريكا تقف إلى جانب الكيان الإسرائيلي في مخالفة لكل القوانين الدولية تأتي أمريكا من آخر الدنيا ولا أحد يسأل لكن نحن على تماس مع فلسطين المحتلة وما يصيب الشعب الفلسطيني يصيبنا في الصديم ثم يقولون لك أنك أنت تخذت القرار ولم تسأل عن بقية الأطراف في لبنان أولا الحكومة في لبنان هي حكومة تصريف أعمال ليس هناك رئيس جمهورية ليس هناك مؤسسات قائمة هناك انقسام كبير كيف يمكن أن يؤخذ القرار في مواجهة العدو الإسرائيلي تجتمع القوى وتقول قررنا الحرب هذا لم يكن في تاريخ لبنان على الإطلاق وإنما لبنان كان دائما في موقع رد الفعل هذه المرة الأورى في التاريخ الذي يكون فيه لبنان صاحب الفعل ويطلق أول طلقة على إسرائيل في حين أنه 78 سنة يعتدى على لبنان من إسرائيل ولا أحد في هذا العالم يتحرك سيد ديفيد يعني علة العلات كما يقول البعض هي يعني الحرب في غزة حينما تتوقف الحرب في غزة سينتهي كل هذا التصعيد ألا يفترض على واشنطن أن تضغط بما فيه الكفاية على نتنياهو من أجل يعني اتفاق وقف إطلاق النار لا جدالة فيه من أجل إنهاء كل هذه المأساة من أجل حفظ أمن إسرائيل ومن أجل عدم التصعيد وتوتير المنطقة أكثر ما هي عليه اليوم ألا توجد كل يعني الولايات المتحدة ألا توجد الآن في قفص الاتهام لأنه هي التي عليها أن توقف كل حمام الدم هذا ما رأيك أعتقد أن الولايات المتحدة تضغط على رئيس الوزراء نتنياهو ليوقع على اتفاق فطبعا هذه سياسات داخلية أيضا تلعب دورها ولكن وقف إطلاق النار ربما سيكون مفيدا لغزة وطبعا هذا ربما لن يمنع تدهور الوضع بين حزب الله وإسرائيل ربما هوكستين سيتوصل إلى شيء ولكن حزب الله عليه أن يوافق على نقل العشرة آلاف من قوات الرضوان بالقرب من حدود إسرائيل على بعد سبعة كيلومترات وإذا لم يفعلوا ذلك فطبعا أظن بأن التسعيد بين إسرائيل وحزب الله ربما لن يكون ولكن إذا كان هناك وقف لإطلاق النار هل حزب الله سيتخذ تلك الخطوات هناك نقطة فقط لأتحدث عن بقاله الزميل عبد الساتر هم يتحدثون دائما عن الفلسطينيين أعتقد أن كل الدول العربية ربما أظن بأنهم عملوا بطريقة سيئة جدا فهناك مئات الآلاف منهم وليس لديهم الحق في الامتلاك ولا العمل والعديد يعتقدون بأن اللبنانيين يحبون القضية الفلسطينية ولكنهم يكرهون الفلسطينيين ولكن حزب الله هو الحاكم في لبنان الآن الحكومة طبعا ليست موجودة ولا تتخذ القرارات ولا يتشاورون وليس لديهم أي كلمة وكما ذكرت فالعديد من اللبنانيين لا يحبون الحرب نيابة عن الفلسطينيين ولكن حزب الله بالطبع يقرر هذا لوحده وأود أيضا أن أضيف بأن حزب الله لا يدافع عن الفلسطينيين ولكنه أيضا يرهب ويقتل اللبنانيين فلديهم سجل كبير في قتل المعارضين ليس فقط طرفيق الحريري ولكن أيضا مثل سيد سليم ومحمد شحتة وغيرهم أعتقد أن اللبنانيين يعرفون جيدا أن حزب الله ليس قوة للخير للجميع ولا يعمل لمصلحة لبنان فقط في عملياتهم تعليق في أقل من دقيقة أستاذ فيصل باختصال لأنه انتهى البرنامج أقل من ثلاثين ثانية كما يشهر المخرج يعني إذا كان حزب الله ليس قوة للخير الجميع يعلم أن حزب الله هو الذي حرى لبنان من العدو الإسرائيلي وهو الذي أوقف المخططات الأمريكية التي تريد الهيمنة على المنطقة أما أمريكا فعليها أن تضيط سجلها الإجرامي التي قتلت فيه الملايين من الشعب العراقي والملايين من الشعوب العربية وهي التي تمنع الفلسطينيين من أن يأخذوا حقهم ثم يتباكى علينا سيد شينكر بكل أحوال شينكر سجله في لبنان معروف أيضا وكيف فعل في دبلوماسيته حيث دعم كل أنواع المعارضات ضد حزب الله فقط ليقول أن هناك لبنانيين من حزب الله شكرا جزيلا لك أنا لا أريد أن أقول أن كل لبنانيين مع حزب الله وهذا أمر طبيعي لكن الأمريكي ليس له الحق في أن يتدخل شكرا الصورة واضحة أستاذ فيصل عبد الساتر الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من بيروت شكرا لك وأشكر من واشنطن ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى شكرا جزيلا لك